حوار الليلة مع مهند الخطيب وفي الحرب في سوريا والمعارك في العراق الصورة الأوضح على الحالتين فتقرير أمنيستي يعدد فضائع ارتكبتها ما تسمى الدولة ضد نساء أيزيديات بحين تتحدث اليونيسكو عن دمار لحق بأماكن أثرية كانت حتى الأمس القريب شاهدة على الحضارة التي عاشتها بلاد الشام فدمرت قلاع ومحيات أثار عن الأرض وبيع ما تبقى منها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الانتهاكات ضد الفتيات الأيزيديات التي اختطفت هنا داعش موضوع الجزء الأول من حوارنا هذه الليلة أرحب بضيفينا معنا من القاهرة الخبير في الجماعات الإسلامية الدكتور كمال حبيب ومعنا من بيروت مدير عمليات وكالة أفاز في الشرق الأوسط وسام طريف أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي سأبدأ معك أستاذ وسام مساء الخير تقرير حقيقة الفرار من الجحيم هذا هو العنوان الفرار من الجحيم التعذيب والعبودية الجنسية تقرير منظمة العفو الدولية حقيقة في حقائق يندى لها الجبين إذا ما تعرضت له الفتيات والنساء من الأقلية الأيزيدية تحديدا هل هذه الأعمال كما وردت في التقرير تقتصر فقط على النساء من هذه الأقلية أم تشمل أقليات أخرى ربما التقرير ألقى الضوء تحديدا على عينة من 43 سيدة تم قبلتهم من قبل بحثين من منظمة العفو الدولية في هذا التقرير تحديدا ولكن إذا نظرنا إلى التقارير الأخرى التي صدرت عن اللجان الخاصة للتحقيق الكامل في سوريا أو في العراق للأمم المتحدة أو Human Rights Watch أو المنظمات أخرى حقيقة الممارسات التي تقوم فيها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية من خطف وبين قوسين استعباد للنساء ومن ثم بيع القاصيرات من مجموعات شبابية مقاتلة هي ممارسة ليست جديدة كانت الأكثر رصدا والأكثر وضوح للعلن كانت في العراق وتحديدا بالملف استهداف اليازيديين ولكن هذه الممارسة بدأت في مدينة الرقة السورية في مدينة الموصل وتعرض الكثير من الأقليات الأخرى أو حتى من الأفراد من الطائفة السنية إذا كانوا غير مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية لنفس الممارسات طبعا التقرير يتحدث عن هذه الحالات التي أشرت إليها أستاذ وسام النساء التي تمكننا من الهرب من الاحتجاز يتحدث عن مئات وربما ألاف النساء والفتيات اللي يجبرن على الزواج أو تم بيعهن أو تقديمهن كهدايا لمقاتلي الدولة الإسلامية وأنصارها يتحدث أن العديد من المحتجزات الإغراض العبودية الجنسية هنا طفلات في سن 14 أو 15 أو ربما أصغر من ذلك يتحدث عن استخدام الاغتصاب كسلاح أود أن ننتقل إلى القاهرة مع الدكتور كمال حبيب مساء الخير دكتور مرحبا بك معنا كل هذه الفضاعات التي تحدث عنها التقرير ترتكب باسم الإسلام يعني كلها لها فتاة ولها مرجعيات بحسب تنظيم الدولة لها علاقة بالشريعة إلى أي مدى بالفعل الشريعة الإسلامية فيها ما يجيز هذه المسائل بسم الله الرحمن الرحيم أولا الشريعة الإسلامية لا تجيز مثل هذه الأمور ومن ينسب هذه الأمور التي تعبر عن مرض في عقول أصحابها وفي نفوسهم يحاول أن يجد لمرضه هذا مظلة يخفي بها هذا المرض الشريعة الإسلامية شريعة تحفظ النفس تحفظ النفس جميعها حتى نفس الكافر نفسه لها حق وأنت كما تعرف أن الصابئة واليزيديين وغيرهم من الأقليات الموجودة في المجتمعات المسلمة موجودين في ظل الشريعة الإسلامية وهناك كتاب مهم في هذه القصة تكلم عن المسيحيون واليهود في ظل المجتمع الإسلامي كتبه واحد اسمه فليف فارح ويوسف كورباج وكيف أن الشريعة الإسلامية حمت مثل هذه الأقليات وأن مثل هذه الأقليات أصلا بقاؤها حتى الآن وحتى مسيحي الشرق جميعا بقاؤهم حتى الآن بفضل هذه الشريعة ووجودهم عنوان على صدق هذه الشريعة وصحتها حتى كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب اسم أحكام أهل الملة وأحكام أهل الذمن أستاذ وسام سأعطيك المجال للرد على بعض هذه النقاط ولكن دعنا دعا الدكتور كمال يكمل الفكرة ومن ثم حتى معروف أن الناس أو أن الناس كانوا على جين ملوكهم قبل مجيء الإسلام وأن الدولة الدولة الرومانية مثلا كانت تعبر عن الهوست يعني العدو أو كذا من غير مواطني تلك الدولة الذين على جين الملك أول مرة تأتي الشريعة الإسلامية لتقبل لتقبل من هم على غير عقيدتها وتؤسس لهم أوضاعا قانونية تحفظ حقوقهم وتحميها والآية واضحة في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين فالبر والقصط يأمر بهم الإسلام بالنسبة للغير المسلمين أو بالنسبة لهذه الأقليات أما تنظيم الدولة الإسلامية فإنه يحاول أن يصطنع حالة إسلامية يعني تستند إلى مرجعية الشريعة الإسلامية لكنها في الحقيقة لا صلة لا بالشريعة هذا هو تماما ما أود أن نصلك عنه بعد قليل دكتور كمال هناك الكثير من النصوص التي يعود إليها هذا التنظيم في تبرير مثل هذه الأعمال ولكن دعنا ننتقل إلى أستاذ ويسام أعتقد كان له بعض الملاحظات على ما ورد أستاذ ويسام تفضل يعني خلال ثلاث سنوات الماضية إن كان جمهة النصرة أو تنظيم الدولة الإسلامية أو التنظيمات المسلحة هذه الطابع الإسلامي قامت بتجاوزات من كل الأنواع استهدفت خلال الأقليات الموجودة في هذه المنطقة وأيضا استهدفت النساء والأطفال يعني أنا أتمنى حقيقة أنا لست خبير بالشرع الإسلامي ولست خبير بكتاب الله ولكن أتمنى أن نبدأ بأن نسمع لخطاب جديد في هذه المنطقة يدين وبشكل واضح هذه الممارسات يعني أنا لا أفهم لماذا رجال الدين وخبراء الشرع يجدون أنفسهم في موقع الدفاع عن الكتاب أو عن السنة يعني الدين الإسلامي يدين به مليارات حول العالم وبالتالي ليس مطلوب أن ندافع عن الشريعة الإسلامية أو شرح جديد للدين الإسلامي المطلوب هو إدانة واضحة ومباشرة لهذه الممارسات يعني أصبح من المتعب حقيقة من غير المجدي وإلى حد كبير من المثير للقرف أن نستمر بالسماع عن أهل الجزية وعن حقوق الأقليات وما هي واجباتها تجاه الأقثرية السنية يعني نحن مررنا بمرحلة ما دعيناه بالربيع العربي وكان يتمنى ملايين الشباب العربي والمسلم الخروج وتأسيس مرحلة أفضل من مراحل الخمسين سنة الماضية من الأنظمة التوليتارية والقمع الذي مرس على الشعوب وبالتالي المطلوبة الآن إدانة واضحة لهذه الممارسات الإشارة بالأصبع إلى هذا التنظيم هذا في القسم الإسلامي من الحديث علينا أن نلتفت إلى التقسير الهائل الدولي حتى الآن دخلنا في العام الرابع من هذه الممارسات خلينا في الجانب الديني سنعود إلى مجلس الأمن لهذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية سنعود إلى الجانب السياسي والجانب الدولي في هذه المسألة ولكن أعود إلى الدكتور كمال مرة أخرى هل هناك إدانات واضحة دكتور كمال ومباشرة كما قال الأستاذ وسام خاصة من قبل رجال الدين في هذه المسألة لماذا يضطر رجال الدين إلى شرح الإسلام مرة أخرى ومحاولة إفهام الناس بأن هذه الممارسات لا تمت للإسلام وهذا هو الإسلام الصحيح لماذا لا يكون هناك إدانة واضحة بشكل واضح من غير أي لبس لكل هذه الممارسات طبعا أستاذ مهند هذه القضايا طرحت وقتلت بحسا وأنا شخصيا رسالة الماجستير بتاعي عن الأقليات في الدولة الإسلامية وطبعا هناك عشرات الكتب كتبت في هذه القصة وأنا شخصيا كان لنا دور في العلاقة مع إخواننا في المسيحي الشرق وحضرنا في بيروت كثير من الندوات لتأكيد أن مسيحي الشرق هم جزء من هذه الأمة وكما قلت يعني أنا أقول أننا لا نريد دولة خلاصية أو دولة تمامية يكون فيها مسلمون فقط ولا يكون فيها غيرهم وأن الله سبحانه وتعالى أراد للخلق أن يكون متنوعا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم فهذه قصة منتهية لكن هو اللي بيضعنا في موضع الحرق هو ظهور بعض هذه الجماعات التي لم تكن تخطر بالبال التي تستخدم الشريعة وأنا قلت أن الشريعة منها براء يعني وتستخدمها ولكنهم يستندون إلى نصوص الشريعة يا دكتور أنا جميعا في موضع الحرق دكتور كمان يعدون إلى نصوص شرعية في هذه المسائل يعني هؤلاء يعتقدون بأنهم يطبقون الدين الإسلامي كما هو مثلا عندهم نشرة أو مطبوعة تسمى دابق يصدرها التنظيم على ما أعتقد يقول يعني مما ورد في هذه النشرة على المرء أن يتذكر بأن استعباد عائلات الكفار وسبي نسائهم هو مسألة راسخة في الشريعة يعني هو ينطلق من هذه المسألة أن هذه مسائل راسخة في الشريعة الإسلامية ولا نقاش عليها ما رأيك دكتور هذا الكلام ليس كلاما صحيحا ووصلا مع الكلام اللي كنت نتكلم عنه أنا شخصيا أدين هذا الكلام وليه كتابات كثيرة فيه والأظهر يدينه وكل علماء كل المؤسسات العلمية ومجالس الشرعية ومجالس الإفتاء كلها قاطبة تدين هذا الفعل هذه فئة يعني أو فئة منتحلة قليلة هامشية لا مستقبل لها ظهرت فجأة كما تعرف وتحاول أنها تذهب يعني تنتق أو تستظهر أو تلتقط أنا أسميهم الالتقاطيين يعني يأتون بنصوص معينة يلتقطونها ويحاولون تلفيقها لتتوافق مع ما يعد سلوكا جانحا لهم وسلوكا إجراميا لهم مثل من يفعل سلوك هو في الأصل سلوك إجرامي ويحاول أن يتخذ له عنوانا ذو معنى يعطيه قيمة أو يعطيه معنى أخلاقي لكن الشريعة الإسلامية براء من هؤلاء وهؤلاء خوارجيون علشان تبعارب والخوارج النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم لا نعم أستاذ وسام تفضل لا لا أستاذ وسام بتقولي أستاذ وسام يعني نعم من نعم من السهل مسألة الدولة عن كيف يتعاطى النص والتشريع مع هؤلاء لو سمحت لي يا دكتور هؤلاء الشباب الذين أتوا من كل العالم العربي علينا أن نتطلع إلى ظاهرة الجهاديين يا دكتور بشكل أكثر موضوعي لأنه واقع علينا أن نتعاطى معه هم موجودين الآن من مدينة تل أبيض على الحدود التركية إلى يعني تقريبا منتصف العراق ويسيطر على جزء كبير من الأراضي التي يعيش عليها مسلمين ومسيحيين وأقليات أخرى هؤلاء هؤلاء الأشخاص الذين يقولون بأنهم مسلمون سنة يبنوا دولة يبنوا دولة فيها الآن نظام ضريبي سيطروا على أبار نفط قد سبق أعطتها ألواية المتحدة للجيش العراقي وإلى آخره إذا نضدنا الآن إلى المنطقة بشكل موضوعي بشكل واقعي يوجد مشروعين يوجد مشروع توليتاري مشروع يقوم بحكم يعني حكم شعوبه طوال خمسين سنة بقبضة حديدية ونار وظلم ويوجد مشروع آخر الآن في المنطقة هو مشروع إسلامي للأسف لا يوجد مشروع واضح المعالم آخر وبالتالي يا دكتور أنتم يعني كخبراء في الشرع وخبراء في الدين الإسلامي عندما تقولون بأن هؤلاء الشباب ليسوا مسلمين وهؤلاء ظلين وهؤلاء لا يتطبقون شرع الله طيب أوكي نحن نفهم هذا الكلام ولكن هم يقولون بأنه هذا هو شرع الله وهم ليسوا عشرة وليسوا مائة وليسوا مئات هم عشرات الألاف من الشبان العرب السوريين والعراقيين وبضعة الألاف من المسلمين الذين أتوا من أوروبا وبالتالي أنا أعتقد أنه حان الوقت المؤسسات الدينية من أظهر والمؤسسات الدينية الأخرى ولرجال الدين بوقفها حقوقية مع ذات هذا النص بحاجة إلى مقاربة مختلفة بحاجة إلى تشريع مختلف بحاجة إلى مخاطبة حقوقية لهذه العقول التي تشكل ليس فقط أمن على العراقيين خطر على العراقيين وعلى السوريين تشكل خطر على كل المنطقة ول lahat خطر على كل العالم وبالتالي المطلوب مقاربة مختلفة يا دكتور. هذا الحديث. هذا المنطق بأن النصر خير. الإسلام لا يوجد به مشكل. المشكل بهؤلاء الشباب. أنا أعتقد نعم. طيب دكتور. رد على هذه النقاط. هؤلاء الشباب يقولون نحن مسلمون ونطبق شرع الله. وهذا ما ورد في الشريعة. مسألة السبي ومسألة الرق. يعني بشرحوا لك ياها بتفاصيلها. عندهم شيء يسمى سؤال وجواب في السبي والرقاب. نطلعين. question and answer. للي عنده أي استفسارات. مجاوبين على كل النقاط التي قد تخطر على بال المرء. مثلا. ما هو مبيح السبي؟ يطرحوا السؤال ويطرحوا الجواب. مبيح السبي الكفر. تباح لنا الكوافر بتقسيم الإمام لهم بعد وضع اليد عليهم وإحضارهم إلى دار الإسلام. الخمس وكل هذه الأمور. هو يعود إلى نصوص شرعية يا أستاذ محمدد. لحظة بس. لحظة بس. أنت تقول دار الإسلام. أين هي دار الإسلام؟ هو الذي يقول. مش أنا. مش أنا اللي أقول. هو الذي يقول. طيب. خلاص. يا أستاذ مهند. هو يأتي بنص من كتاب السيار الكبير لمحمد بن حسن الشيبان. لأسئلة كان فقه متغير في وقت مختلف عن ما نحن فيه الآن. يعني أنت تعرف أن الإسلام فيه قاعدة التعامل بالمثل. وعن الدولة العثمانية نفسها أوقفت الجزية من سنة 1856. ومن أيام في مصر هنا من أيام الخدوة. وإسماعيل العالم كله توافق على أنه لا يوجد رق ولا سبي ولا شيء من هذا القبيل. وأصبع المسلمون جزءا من هذه المنظومة. ولدينا كتب عندك محمد أبو ظهرى والإمام محمد عبده ومحمود شلتوت وكل هذه السلة من العلماء. قالت هذا الكلام قالت أن هذا شرع متغير. هم يعودون بنا مرة أخرى إلى الوراء. طيب الشباب يقولوا إحنا شباب مسلم ما الذي جاء بهم؟ الذي جاء بهم هو مسألة نظام الدولي ومحافظين الجدد وصراع الحضارات والدخول على العراق من أيام أبو مصعب الزرقاوي ثم تركيب في سوريا يتخذوها ملازا آمنا. والولايات المتاحة الأمريكية ترى أن هؤلاء الشباب لا يمثلون تحديدا لأمناع القومي. وكما قال أوباما أن هؤلاء الشباب يعني لعبوا تنس صغار ويجاء تحالف دولي. يريد أن يقتنع. نعم. التحالف الدولي تحالف استعراضي وتحالف هش. التحالف الدولي لابد أن نعترف أنه حتى خمس ستة شهر ليس جادا في مواجهة هذه الظاهرة. أوباما بالعربي بيستبقي هذه الورقة في يده كجزء من صراع للعبة الأمة في الإقليم أستاذنا. وبالتالي أي تحالف دولي التي تتكلم عنه تحالف دولي ستين سبعين دولة من أول بولندا لغاية لو سمحت أن نقول بهذه المرحلة بعد أن تنظيم الدولة الإسلامية بهذا الحد. لو سمحت لي. يا دكتور. بعد أن تنظيم الدولة الإسلامية إلى هذا الحد. بعد أن استقطب بالألاف. الألاف. إن لم يكن عشرات الألاف من الشباب المسلم السنة من كل دول المنطقة ومن دول العالم. علينا أن نسأل أنفسنا ماذا يقدم هذا التنظيم لهؤلاء الشباب المسلمين السنة؟ من غير الممكن أن نشير بالأصبع الآن. وأن نلقي باللائمة على أوباما وعلى دول الغرب وعلى المؤامرة الكونية على المسلمين وعلى حضارة المسلمين وعلى تطور المسلمين. يا أخي. نحن شعوب متخلفي. صارنا خمسين سنة عايشين تحت الحذاء وتحت الحذاء العسكري. علينا أن نطرح أسأل موضوعية. لأنني قال لي واجباتنا أن نجد أجوب موضوعية لنعالج مشاكلنا. ماذا يقدم يا دكتور؟ حضرتك الخبير بأشياءنا الإسلامية. ماذا يقدم تنظيم داعش للمسلمين؟ أنا كرجل مسلم الآن. يوجد لديك الكثير من الأصدقاء الذين يتطلعون إلى تنظيم داعش ويراون به خشبة خلاص. ماذا يقدم هذا التنظيم للشباب المسلمين؟ كيف يتم استخدام عشرات الألوف من المسلمين إلى هذا التنظيم؟ وكيف تفشل؟ لو سمحت سؤال أخير يا دكتور سؤال أخير لو سمحت حتى الآن بعد ثلاث سنوات ألم يحن الوقت لأن نرى الأزهر وأن نرى وأن نرى العلماء المسلمين السنة يقفوا وقفوا واحدة ويقفوا بالصوت العالي ويشوروا بالأصبع إلى هذا التنظيم ويقولوا أن هذا التنظيم خرج عن شرع الله أنا أسأل حضرتك هل حضرتك تعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية يمارس ويقيم حد الله على الأرض أو لا؟ المطلوب منكم بشكل واضح خلينا نسمع من الدكتور إلى إجابة على هذه المسايا الأول ما الذي يقدم التنظيم للشباب خشبة الخلاص التي تحدث عنها الأستاذ وسام وأيضا أين مؤسسات الإسلامية الأزهر وغيره من كل هذه الأمور أول حاجة أنت تعرف هذه ظاهرة ظاهرة ليست يعني أنا لست من دعاة الفكر التأمري لكن معروف أن الولايات المتاحة الأمريكية أنتجت ثلاث أجيال من الشباب المسلم أنت بتقول عن المسلم السني وكأن تقول كما يقول بعض المستشركين المستشركون أن هناك حالة أزمة داخل العالم داخل الفكر السني أو داخل حالة السنية أنت عندك نفس القصة برضو نفس التطرف الموجود على الشيعة في العراق أيضا أنت عندك الملك كان مستخدم الدولة كمظلة لأقليات استخدمات واستماعات هذا لا ينفي وجود المشكلة في الجانب الآخر أيضا يا دكتور طيب حضرتك في أي ظاهرة اجتماعية لا تنشأه من فراغ فيه سياق فيه سياق دولي وهذا السياق الدولي لا يمكن تجاهله اللي هو سياق الولايات المتحدة الأمريكية وغزو العراق وصدام الحضارات وتهديد العالم السني وخلق إسلام أمريكي وكل هذا الكلام أزعج هؤلاء الشباب وأسسوا حالة تنامت وكبرت وحتى خرجت عن السيطرة الحاجة التانية اللي هي المؤسسات وبالتالي حتى دولة الإيرانية لما تعمل دولة للشيعة بدأ كثير من الشباب السنة يقول لك ولماذا لا يكون لنا دولة للسنة أيضا طبعا هذا خلل في التفكير نحن عايزين دولة لا نريد دولة شيعية ولا نريد دولة سنية نحن نريد دولة تحترم الإنسان تحترم حقوقه تهيئ له حياة كريمة تتصالح في نفس الوقت مع كل مواطنيها بما في ذلك كل الطوائف وكل السنة الشيعة وغير هذه الأمور طيب القصة المتصلة بالمؤسسات طبعا الأزهر كان عام المؤتمر لسه من أيام كان فيه مسيحيين وكان فيه يعني مسيحيين من الشرق من شرق العالم العربي وأصدروا بيانا بيانوا هذا الموقف من التنظيم وأشاروا إليه كما تفضل الأخوة قالوا أن هذا تنظيم لا يمثل الإسلام ولا يمثل الشريعة وإنما يمثل نفسه وإذا كان هو الآن بالألاف كما تقول فالألاف يعني لكنه لا مستقبل له لأنه لا يحمل في الحقيقة مشروعا هذه زفرة زفرة غاضب أو زفرة متمرد أو زفرة مريض هذه الزفرة لا تلبث أن تخبو ثم يعود الأمور وتعتدل من خلال البيان الفكري ومن خلال زي ما أنت بتقول أن يبقى فيه عالم أكثر عدلا على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي أيضا أن تكون دولنا دول تحترم الإنسان وتحقق كرامته وتحترم إنسانيته وتؤمن بالتداول السلم للسلطة ومثل هذه الأمور يعني المسألة بهذا الشكل وحتى أكمل بسرعة أنا شخصيا من الذين يقولون أن دور المؤسسات الدينية زي الأزهر وغيرها من مدارس العلم في العالم الإسلامي ومجامع الفقه وغيرها وحتى الشخصيات الإسلامية التي هي الفقهاء الكبار لا تزال مقصرة في هذا ويجب عليها أن تبذل أفضل من هذا لبياني أن هذا التنظيم لا يمثل الشريعة الإسلامية ولا يمثل الإسلام وعندما يمثل نفسه طيب دكتور سأطرح السؤال أنت تقول أنها ظاهرة ستخبو ما الذي يجعلك تعتقد ذلك الملاحظ الآن أن هذا التنظيم قادر على استقطاب المزيد من الشباب المسألة شعبية هذا التنظيم تنمو ولا دليل على الأقل حتى الآن على أنها ستخبو ولكن قبل ذلك استعراض سريع لبعض المشاركات من المشاهدين علي تبارك يقول لا يوجد أي مبرر لارتكاب هذه الانتهاكات الجنسية بحق النساء والفتيات محمود أبو جالة يقول أغلب مشكلات هؤلاء الشباب جنسية نفسية محمود البخيت يقول الفقر والبطالة يفعل بالشباب أكثر من ذلك سليمان عادل يقول هؤلاء الشباب ضحية خطاب ديني متطرف ومنفصل عن الحياة الحديثة هبة درويش تقول لكل فعل رد فعل هؤلاء ضحية للدكتاتورية والقمع محمود الدياب يقول ليس الجهل هو السبب فقط لفعل هذه الانتهاكات فمنهم من يحمل شهادات عليا الفكر المتطرف أزمة أمة كاملة عفاف نجم تقول فهم الدين بطريقة خاطئة وعدم وجود مرجعية دينية لهم أدى إلى هذه الخرافات أخيرا ماجد سعيد يقول فشل وإحباط وجهل وغسل دماغ كلها أسباب للتطرف والتخلف أستاذ ويسام هل ترى الظاهرة تخبو أم أنها تستقطب مزيد من الأنصار لننظر إلى الخارطة يوجد دولة يهودية في المنطقة ويوجد دولة شيعية في المنطقة ويوجد صراع سعودي إيراني أو خلينا نسمي الأشياء بأسماء الشيعي السنية في المنطقة بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق وبالتالي الأمور تذهب إلى مزيد من التصيد نحن نعيش الآن حرب بين قوى أقليمية هذه الحرب للأسف يدفع ثمنة المواطن السوري والمواطن العراقي العزل النساء والأطفال في أغلب الأحيان أنا أعتقد بأنه لا يوجد أفق لأي تسوية في المنطقة يوجد تحالف دولي ركيك يوجد له أهداف متواضعة لتحسين سلوك الدولة الإسلامية هو ليس تحالف يعمل بشكل جدي وحقيقي للقضاء على ما يسمى بالدولة الإسلامية وبالتالي الأمور الذاهبة إلى مزيد من التصيد نحن ننظر إلى الأحصائيات إلى الدراسات إلى الأرقام هذا التنظيم يستقطب المزيد والمزيد من الشباب من حول العالم وليس من الأميين وليس من الجهلة يعني تنظيم الدولة الإسلامية يوجد لديه شباب خارجين ييل وخارجين هارفورد وخارجين أهم الجامعات في العالم الغربي وفي العالم الإسلامي والعربي وبالتالي يوجد لدى هذا تنظيم مادة دسمة عقائدية وسياسية تستقطب الألاف بل عشرات الألاف من الشباب لا يوجد بالمقابل حتى الآن بديل سياسي وعسكري حقيقي يعمل بشكل جدي على الأرض ليس فقط بالضربات الجوية لتقديم بديل في المنطقة وبالتالي أنا أعتقد بأنه من المبكر جدا التحدث عن ظاهرة تخبو أنا أعتقد بأن هذه الظاهرة ستستمر بأضل النمو وأصطاب المزيد من الشباب دكتور كمان في الوقت المتبقي على أي أساس تقول لو سمحت لي أستاذ مهند تفضل أستاذ مهند أنا لا أقصد أنها ظاهرة تخبو أنها ستستمر حرجع لك دكتور دكتور كمان حرجع لك بس خلي الأستاذ ويسام يختم خلي الأستاذ ويسام يختم حرجع لك دكتور تفضل أستاذ ويسام نعم فليتحمل أيضا فليتحمل أيضا المجتمع الدولي مسؤولياته نحن في العام الرابع من هذا الصراع حتى الآن تم تعطيل كل مؤسسات الأمم المتحدة إلى أقصى حد حتى الآن رغم كل هذه الجرائم التي لم نرى مثلها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن لم تحدث منذ ذلك الوقت حتى الآن لا يوجد إحالة لهذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي هنا أنا أتفق مع الزميل من مصر بموضوع تخلي المجتمع الدولي عن مسئلياته بهذا الملف ورمي بمزيد من الزيت على النار المشتعل من حيث الأصل دكتور كمال فيما أتوقع من وقت على أي أساس تقول أن الظاهرة ستخبو مع أن كل المؤشرات تدل على أنها تستقلب المزيد من الأنصار والمتعاطفين أنا لا أقول أن الزاهرة ستخبو بمعنى أنها ستختفي غدا ولكن أقول أنها ظاهرة محكوم عليها في النهاية بالخبو لماذا؟ لأنها لا تحمل مشروعا نحن عندنا في مصر كان فيه في السبعينات حاجة اسمها التكفير والهجرة هذه التكفير والهجرة أربكت المجتمع المصري جدا وجذبت شبابا صغارا ونساءا وأهزت الاستقرار الاجتماعي وقتلوا الشيخ الدهبي وطرحوا أفكار كانت في منتع القوة شكر مصطفى كان عنده نزق فكري قوي جدا لكن باقي سنين ثم ما لبس أنخبع أنا أقول بهذا المعنى معنى أنه ليس له مستقبل لكنه لا يزال قادر طبعا على استقطاب شباب خاصة من أوروبا خاصة من ألمانيا خاصة من العالم الغربي ومن العالم الإسلامي لماذا؟ لأن هؤلاء الشباب يشعرون أن العالم ظالم أن العالم ليست لديه معايير عدلة هؤلاء ظاهرة عشبة بالحركات الاجتماعية الاحتجاجية مثل هيبز مثل الحركات الاحتجاج المتمردة التي هي خارجة على الطوق خارجة على النظام تريد أن تقرع الآذان لتقول أن هناك ظلم في هذه المنطقة لتقول أن هناك معايير غير عادلة في هذه المنطقة انتبهوا حين يعتدل الميزان بدلا من هذا الشوالي الذي هو فيه أنا أعتقد أن تلك الظاهرة لن يكون لها مستقبل لأنها هي بطبيعتها تحمل في داخلها بظور فنائية هي تحمل في داخلها بظور فنائية ونحن كان لدينا عبد كده دول مثل دولة الحشاشين وبعض هذه الدول بقيت فترة من الزمن يمكن لتسع سنوات الصباح وغيره وحدد العالم الإسلامي وصرق الحجر الأسود من الكعبة وكذا ولكنه في النهاية ليس لديه المشروع طيب أستاذ عسام لدينا هو نفس القصة لدينا بعض الدقائق متبقية أستاذ عسام إذا حبيت ترد هي نفس القصة بمعنى أنه ليس لديه المشروع الذي يستطيع أن يتحول به من شيء مارجنال إلى مينستريب كل المسلمين في العالم ضد هذا التنظيم إذا كان التنظيم صح ظاهرة مقلقة باستعمارهم باستخدم العنف والحرب وكذا. وبالتالي يمثل تهديدا مع عضوية. لكن مليارات المسلمين في العالم هم ضد هذا التنظيم. وليسوا معه. هذه نقطة مهمة أستاذ وسائل. نقطة مهمة. هذا التنظيم كما قال الدكتور حبيب. يبقى مارجنال. هامشي. ولا يمثل التيار السائد. أنا أعتقد أنه ما يهرب منه. أظنني دكتور. أو ما يحاول كثر من رجال العالم المسلمين. من العلماء المسلمين. ومن يدرسون الشرع. الهروب من التكلم إذا كان يوجد في الدين الإسلامي. أن نتكلم أنه يوجد مليارات أو ملايين المسلمين غير موافقين على ممارسات الدولة الإسلامية. نعم هذا صحيح. ولكن هذه الدولة أولا تستند إلى نص. وبالتالي يوجد لديهم الأدوات التشريعية. الدولة الإسلامية الآن يوجد لديها نظام قضائي قائم. يوجد لديهم محاكم موجودة على الأرض. يصدرون حسب الدين الإسلامي. وحسب النص. وحسب القرآن. وحسب السنة. أحكام قضائية بقتل عشرات الأشخاص. أو برجمهم. وبالتالي هؤلاء الشباب يجد لديهم أليات جديدة بالتعاطي. عبر مثلا على سبيل المثال. وسائل التواصل الحديث لإستقطاب العشرات. بل مئات من أوروبا من الشباب المسلمين. نعم يوجد الملايين ضد هؤلاء الشباب. ولكن يوجد عشرات الألاف. لحظة أستاذنا. هؤلاء الشباب. وبالتالي المطلوب من رجال الدين. والمطلوب من دكتور كمال. هناك أيضا مئات من الشباب الذين ذهبوا لعظة التنظيم. ولما رأوا ممارسات عادة أولى بلدانهم. كثير جدا من الشباب يظن أنه سيذهب إلى دولة الإسلام حين ذهب ورأى مثل هذه الممارسات. التي لا صلة لها حتى بالإنسان. لأنها ممارسات ضد إنسانية. نعم. ولكن الأرقام تدل يا دكتور كمال. الأرقام تدل على أن الأشخاص الذين يستقطبهم التنظيم اليوم. أكثر مما كان يستقطبهم قبل ستة أشهر أو قبل سنة. طبعا. وبالتالي من غير المجد أن نقلل من أهمية وقدرة تنظيم الدولة الإسلامية على استقطاب الشباب المسلم. يوجد مشكلة حقيقية يا دكتور. نحن نقرب من سؤال محوري وأساسي. هل الدين الإسلامي؟ هل ما يحدث الآن في هذه البقعة الجيوغرافية التي تسمى بالدولة الإسلامية تحت إمارة البغدادي؟ هل هذا دين إسلامي؟ نعم أو لا؟ يعني حتى الآن لكل البحثين في هذا المروع. لا الأزهر ولا رجال الدين. يوجد يا جماعة. يوجد طيب جيد جدا. وبالتالي المطلوب من رجال الدين من السعودية وقطر وإيران وكل المنطقة أن يكون هناك إدانة واضحة. أن يكون هناك إدانة واضحة والشجب لهذه الممارسات. لأنني أنا أعتقد بأن هؤلاء الشباب يعولون طويلا على هذه المراوحة وعدم الكلام بشكل واضح. إذا كانت هذه الممارسات إسلامية أو ليست ممارسات وليست دولة إسلامية. دكتور كمال في 30 ثانية. هل هناك إدانة واضحة وكافية لهذه الممارسات اليوم؟ طبعا أنا أرى أن الإدانة ليست كافية. لكنها واضحة. يعني ليست كافية بمعنى أن هذه الظاهرة التطرف الذي يضرب العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى يحتاج إلى يقظة للمؤسسات الدينية. ويحتاج إلى فعل أكثر جدية وأكثر قوة مما هو عليه الآن. يعني أنا أذهب إلى هذا وأقول هذا وأدعو إليه. أدعو إلى أن تنتصب هذه المؤسسات للقيام بمهمها. نعم. وتدين هذه الظاهرة وتناقشها وتطرحها على الطاولة لمناقشة كل هذه النصوص والأفكار التي تتحدثون عنها. والتي هي نصوص متغيرة. ولا صلة لها بالعصر الذي نعيشه الآن. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور كمال حبيب. الخبير في الجماعات الإسلامية كان معنا من القاهرة. شكرا لضيفنا من بيروت الأستاذ وسام طريف مدير عمليات وكالة أفاز في الشرق الأوسط.